درس اليوم عن حل مسألة لنظام من جسمين بوجود بكرة ملساء فإذا كان لديكم كتلتان مربوطتان معاً بحبل ويلتف الحبل حول بكرة ملساء فما مقدار تسارع الكتلتين؟ أو بمعنى آخر ما مقدار تسارع الكتلة ثلاثة كيلو جرام ونرمز له بـ A3 وما مقدار تسارع الكتلة خمسة كيلو جرام ونرمز له بـ A5 هذه هي البكرة والبكرة قطعة دائرية صغيرة من البلاستيك أو المعدن تدور حول محور وفي محيطها شق يلتف حوله حبل أو خيط عندما تدور البكرة تحول قوة الشد في المحور الأفقي على هذا الطرف إلى قوة شد في المحور الرأسي على الطرف الآخر وعندما تدور في الاتجاه المعاكس تحول القوة الرأسية إلى أفقية أي أنها تنقل القوة من اتجاه إلى آخر هذا هو عمل البكرات إذا كانت البكرة تدور بحرية وكتلتها مهملة ولا يوجد ما يقاوم حركتها فأن قوة الشد على هذا الطرف تساوي قوة الشد على الطرف الآخر أي أن قوة الشد الرأسية تتحول بأكملها إلى قوة شد أفقية وتذكروا عندما نقول أن كتلتها مهملة فهذا يعني أن كتلتها صغيرة وليس للقصور الذاتي تأثير يذكر بالعودة إلى المسألة المطلوب هو حساب تسارع الكتلة ثلاثة كيلو جرامات وتسارع الكتلة خمسة كيلو جرامات هناك طريقتان لحل مثل هذه المسائل طريقة صعبة وأخرى سهلة في درس اليوم سأريكم الطريقة الصعبة أو طويلة لأنها تمهد إلى الطريقة السهلة أو القصيرة المباشرة لحساب التسارع طبقوا قانون نيوتن الثاني التسارع A في اتجاه معين يساوي محصرة القوة المؤثرة على الكتلة في هذا الاتجاه ورمزها سيجما F على الكتلة ورمزها M لكن أي كتلة منهما؟ هناك كتلتان ثلاثة كيلو جرام وخمسة كيلو جرام اختاروا أي منهما ابدأوا بالكتلة خمسة كيلو جرام وأشيروا إليها بإضافة خمسة إلى رمز التسارع ومحصلة القوى المؤثرة والكتلة ثم فكروا في أي اتجاه تتسارع هذه الكتلة في الاتجاه الرأسي أم الأفقي بما أن الكتلة تتسارع أفقيا احسبوا التسارع في الاتجاه الأفقي وأشيروا إلى الاتجاه بإضافة الحرف X إلى رمز التسارع والقوة المحصلة هذا تسارع الكتلة 5 كيلو جرام في الاتجاه الأفقي أو المحور الأفقي يساوي محصلة القوى التي تؤثر على الكتلة لتحديد القوى التي تؤثر على الكتلة 5 كيلو جرام أرسموا مخططاً للقوى أولاً هذا السهم نحو الأسفل يمثل قوة الجاذبية ورمزها FG تتزن قوة الجاذبية مع القوة العمودية التي تتجه إلى الأعلى ورمزها FN لاحظوا أن القوة العمودية تساوي قوة الجاذبية في المقدار وتعاكسها في الاتجاه وذلك لأن الكتلة ثابتة في حالة سكون ولا تتحرك في الاتجاه الرأسي وبما أن الطاولة أيضاً ثابتة لا تتحرك فليس هناك أي قوة أخرى في الاتجاه الرأسي ماذا عن الاتجاه الأفقي؟ هذا السهم إلى اليمين لقوة الشد ورمزها T وحيث أنه ليس هناك احتكاك مع سطح الطاولة فهذا يعني أن الكتلة لا تتأثر بقوة مقاومة إلى اليسار وإذا تجاهلتم مقاومة الهواء فهذا يعني أن هناك قوة أفقية واحدة هي قوة الشد T ثم يقسموا محصلة القوة على الكتلة خمسة كيلوغرامات لا يمكن حل المعادلة لأن تسارع الكتلة خمسة كيلوغرام غير معروف وقوة الشد غير معروفة هذه معادلة بمجهولين عندما يحدث هذا معكم حاولوا حساب التسارع في الاتجاه الأخر الاتجاه الرأسي لاحظوا في هذه المسألة القوة العامدية تساوي قوة الجاذبية كما يظهر في مخطط القوة لذا لن يساعدكم تطبيق القانون في الاتجاه الرأسي فما الحل؟ بما أن هذه المعادلة للكتلة خمسة كيلوغرام احسبوا التسارع للكتلة ثلاثة كيلوغرام تسارع الكتلة ثلاثة كيلوغرام ورمزه A3 يساوي محصلة القوة التي تؤثر على الكتلة ثلاثة كيلوغرام سيجما F3 على الكتلة M3 لكن في أي اتجاه؟ بما أن الكتلة تتحرك هنا في الاتجاه الرأسي احسبوا التسارع في الاتجاه الرأسي وأشيروا إليه بإضافة الحرف Y إلى رموز التسارع ومحصلة القوة ما هي القوة التي تؤثر على هذه الكتلة؟ يمكنكم تحديد ذلك برسم مخطط القوة أولاً هذا السهم نحو الأسفل لقوة الجاذبية التي تؤثر على الكتلة ثلاثة كيلوغرام وفي الاتجاه المعاكس إلى الأعلى هناك قوة الشد في الحبل تذكروا أن قوة الشد في الحبل عند هذا الطرف تساوي قوة الشد في الطرف الآخر وذلك لعدم وجود أي مقاومة في البكرة فكتلتها مهملة ولا يوجد احتكاك مع الحبل لأنها ملساء لذا فإن قوة الشد في كل الطرفين متساوية هذا سهم إلى الأعلى لقوة الشد لاحظوا أن السهم أقصر من سهم قوة الجاذبية لأن قوة الشد أقل من قوة الجاذبية لماذا؟ لأن الكتلة ثلاثة كيلوغرام تتسارع نحو الأسفل لو كانت القوة متزنة فلن تتحرك الكتلة وبما أن الكتلة تتسارع إلى الأسفل بتأثير قوة الجاذبية فهذا يعني أن قوة الجاذبية أكبر من قوة الشد لكن لا تنسوا أن قوة الشد هنا تساوي قوة الشد هنا الآن عوضوا هذه القوة في المعادلة تسارع الكتلة ثلاثة كيلوغرام في الاتجاه الرأسي أو المحور الرأسي يساوي محصلة القوة الرأسية لاحظوا أن هناك قوتان رأسيتان قوة الشد وتتجه إلى الأعلى لذا فهي موجبة لأن الاتجاه إلى الأعلى موجب وقوة الجاذبية إلى الأسفل لذا هذه إشارة سالب وتساوي الكتلة ثلاثة كيلوغرامات ضرب تسارع الجاذبية الأرضية ويساوي 9.8 متر في الثانية تربيع على الكتلة ثلاثة كيلوغرامات مرة أخرى لا يمكن حل المعادلة لأن التسارع غير معروف وقوة الشد غير معروفة فما العمل الآن؟ لاحظوا أن القيم المجهولة في هذه المعادلة هي التسارع وقوة الشد والقيم المجهولة في هذه المعادلة هي التسارع وقوة الشد بما أن هاتين المعادلتين تشتركان بالقيم المجهولة يمكنكم جمعها معاً ابدأوا بهذه المعادلة لأنها أبسط لحساب قوة الشد في هذه المعادلة أعيد كتابتها بضرب الطرفين بخمسة كيلوغرامات فتصبح قوة الشد تساوي خمسة كيلوغرامات ضرب تسارع الكتلة خمسة كيلوغرام في الاتجاه هذا مقدار قوة الشد في معادلة التسارع الرأسي بما أن قوة الشد في هذا الاتجاه تساوي قوة الشد في هذا الاتجاه يمكنكم تعويض مقدار قوة الشد هذا في هذه المعادلة هنا تسارع الكتلة 3 كيلو جرام في الاتجاه الرأسي يساوي T وتساوي 5 ضرب A5X لذا هذه 5 كيلو جرامات ضرب تسارع الكتلة 5 كيلو جرام في الاتجاه الأفقي ثم أكمل المعادلة كما هي انسخوا هذه واكتبوها في الأسفل هنا ولا تنسوا أن تقسموا على الكتلة 3 كيلو جرامات لاحظوا يوجد الآن مجهول واحد فقط وهو التسارع لكن هذين التسارعين مختلفان هذا تسارع الكتلة 3 كيلو جرام رأسيا وهذا تسارع الكتلة 5 كيلو جرام أفقيا فما العمل الآن؟ فكروا معي إذا تحركت الكتلة 3 كيلو جرامات مترا واحدا إلى الأسفل ماذا يحدث للكتلة 5 كيلو جرام؟ يجب أن تتحرك الكتلة 5 كيلو جرام مترا واحدا إلى الأمام لأنهما مربطتان بحبل واحد فإذا تحركت الكتلة 3 كيلو جرامات ستسحب الكتلة 5 كيلو جرامات وتحركها فإذا لم تتحرك الكتلة سينقطع الحبل أو يتمدد إذا افترضتم أن الحبل لم ينقطع ولم يتمدد وإذا تمدد بفعل قوة الشد فإن هذا التمدد قليل ومهمل فهذا يعني أنه لو تحركت الكتلة 3 كيلو جرام إلى الأسفل بسرعة مترين في الثانية تتحرك الكتلة 5 كيلو جرام نحو الأمام بسرعة مترين في الثانية وإن لم تتحرك بنفس السرعة فلن يتدل الحبل بالمعدل اللازم لحركة الكتلة 3 كيلو جرام إلى الأسفل وبالتالي مهما كان مقدار تسارع الكتلة 3 كيلو جرام نحو الأسفل تتسارع الكتلة 5 كيلو جرام بنفس المقدار حتى لا ينقطع الحبل أو يتمدد إذن تسارع الكتلة 3 كيلو جرام في الاتجاه الرأسي يجب أن يساوي مقدار تسارع الكتلة 5 كيلو جرام في الاتجاه الأفقي لكن انتبهوا في إشارة التسارعين مختلفة تسارع الكتلة 3 كيلو جرام سالب لأنها تتجه إلى الأسفل والأسفل هو الاتجاه السالب وتسارع الكتلة 5 كيلو جرام موجب لأنها تتجه إلى اليمين واليمين هو الاتجاه الموجب تتسارع الكتلتان بالمقدار نفسه ولكن باتجاهين مختلفين لذا فإن تسارع الكتلة 3 كيلو جرام في الاتجاه الرئيسي نحو الأسفل يساوي سالب تسارع الكتلة 5 كيلو جرام في الاتجاه الأفقي أو يمكنكم كتابتها تسارع الكتلة 5 كيلو جرام في هذا الاتجاه الأفقي يساوي سالب تسارع الكتلة 3 كيلو جرام في الاتجاه الرئيسي يختلف التسارعان في الإشارة فقط هذا هو الرابط بين المعادلتين وهو مفتاح حل المعادلة النهائية لأنه يحولها إلى معادلة بمجهول واحد فقط مكان A3Y في الطرف الأيسر هنا ضعوا سالب A5X هذه سالب A5X تساوي هذا الطرف الأيمن انسخوه كما هو يمكنكم الآن حل المعادلة بسهولة لحساب قيمة A5X اجمعوا A5X في طرف واحد من المعادلة ثم جروا العمليات الحسابية لحساب A5X يجب التخلص من المقام أولاً بضرب الطرفين بـ 3 كيلو جرام فتصبح سالب 3 كيلو جرام ضرب A5X وتساوي 5 كيلو جرام ضرب A5X ناقص 3 ضرب 9.8 وتساوي 29.4 نيوتن ثم ضعوا A5X في طرف واحد بإضافة سالب 3A5X إلى الطرفين وإضافة 29.4 إلى الطرفين أولاً هذه موجب 29.4 نيوتن في هذا الطرف وتختصر في الطرف الآخر ثم أضيف 3 كيلو جرام ضرب A5X إلى الطرفين هذه زائد 3 كيلو جرام ضرب A5X هنا وتختصر من الطرف الأيسر إذن هذا يساوي 5 كيلو جرام ضرب A5X زائد 3 كيلو جرام ضرب A5X ثم اجمعوا الحدود المتشابهة معاً 5A5X زائد 3A5X يساوي 8A5X إذن 29.4 نيوتن تساوي 8 كيلو جرام ضرب A5X وبقسمة الطرفين على 8 فإن A5X تساوي 29.4 نيوتن على 8 كيلو جرام هو تسارع الكتلة 5 كيلو جرام في الاتجاه الأفقي لحساب الناتج النهائي باستخدام الآلة الحاسبة 29.4 على 8 يساوي 3.675 وبتقريبه إلى أقرب منزلتين عشريتين يصبح 3.68 موجب 3.68 متر في الثانية تربيع لأن تسارع الكتلة 5 كيلو جرام موجب احسب تسارع الكتلة 3 كيلو جرام ببساطة بما أن تسارعها يساوي تسارع الكتلة 5 كيلو جرام عوضوا قيمة التسارع هنا مكان A5X في هذه المعادلة إذن A3Y تساوي سالب 3.68 متر في الثانية تربيع هذا تسارع الكتلة 3 كيلو جرام وهو سالب لأنها تتسارع نحو الأسفل وتسارع الكتلة 5 كيلو جرام موجب لأنها تتسارع إلى اليمين أعيد سريعا طريقة الحل طبقنا قانون نيوتن الثاني على الكتلة 5 كيلو جرام فلم نصل إلى حل ثم طبقنا قانون نيوتن الثاني على الكتلة 3 كيلو جرام ولم نصل إلى حل حصلنا على معادلتين بثلاث قيم مجهولة بما أن المعادلتين تشتركان بمجهول عرفنا المجهول في المعادلة البسيطة وعوضناه في المعادلة الأخرى ثم وجدنا أن تسارعين المختلفين يتساويان في المقدار ويختلفان في الاتجاه وبالتالي في الإشارة عندما عوضنا هذه المعادلة في الأخرى حصلنا على معادلة واحدة بمجهول واحد ثم أجرينا بعض العمليات الحسابية ووجدنا التسارع هذه هي الطريقة الصعبة لحل المسألة ويمكنكم معرفة الطريقة السريعة في الدرس القادم